مش مرضية لنا على الإطلاق كان عندنا طبعا طموح في عدد أكبر من الميداليات ولكن وفقا كمان للوعود اللي تقالت من وزارة الشباب واللجنة الأولمبية تحديدا قبل توجه البعثة الأطخم على الإطلاق في تاريخنا للعصمة الفرنسية باريس لكن خلاص يعني انتهت دورة الألعاب الأولمبية ودلوقتي كل العيون موجهة على دورة الألعاب البراليمبية في المشاركة الأربعة عشر في تاريخ مصر البراليمبي واللي طبعا رسدنا فيه كل الدورات البراليمبية وصل لمية أربعة وتمانين ميدالية متنوعة وطبعا ده رقم ضخم جدا جدا وبيأكد ان أبطال العزيمة والتحدي أبطال بمعنى الكلمة ودايما بيكونوا عند حصن الظن بيهم ويعني شايف في قيمة البحثة المصرية أبطال أصحاب ميداليات باراليمبية وعالمية ودايما بيكون كلمة السر في رفع الأثقال اللي يعني مصر عندنا في لعبة رفع الأثقال بالتحديد كتيبة من النجوم الكبار جدا اللي دايما قادرين على تحقيق طموحاتنا البحثة توجهت إلى العاصمة الفرنسية باريس بشكل مبكر بعض الشيء تدريبات يومية في باريس للجميع وده شيء إيجابي أنا شايف أن يعني لما يكون كل أبطالنا عندهم المجال أن هما يكونوا متوجدين بشكل مبكر التعود على الأجواء اللي موجودة هناك التدريب في الملاعب اللي هتشهد عليها منافسات الدورة البراليمبية ده بيدخل اللعيبة الأجواء بشكل مبكر وطبعا دي نقطة إيجابية أنا بشكل شخصي سعيد بها جدا جدا وشايف أنها ممكن تكون لها مردود إيجابي بشكل واضح على اللعيب هما يكونوا موجودين في باريس بشكل مبكر يشوفوا الأجواء عاملة زي يشوفوا الدنيا الملاعب الإقامة الأكل ده كله أعتقد ممكن يعود على البحثة البراليمبية بشكل إيجابي بإذن الله عدد البحثة وصل حتى الآن لا أو يعني بشكل نهائي طبعا بعد يعني تأهل كل اللعيبة والعدد بشكل إجمالي 54 لعب ولعب زي ما اتكلمنا على البحثة الأوليمبية كانت أكبر بعثة في تاريخنا الأوليمبي دي أكبر بعثة في تاريخنا البراليمبي ومش هبص على العدد إنه الأكبر لكن هبص إزاي وصلنا للعدد ده إن هو يتأهل لأكبر محفل رياضي تنافسي في رياضة دوي القدرات الخاصة العدد الكبير ده بيأكد إن الدولة المصرية بتدعم رياضة بشكل عام في كل المجالات العدد الكبير من اللعيبة المتأهلة في العشر رياضات اللي احنا بنشارك فيهم بيأكد إن الدولة المصرية وتوجه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين جميع فئات المجتمع في جميع المجالات وخاصة في الرياضة اللي احنا بنتكلم عليها ماشي بشكل أكتر من ممتاز وبشكل فاق توقعات الجميع الدولة المصرية بترعى الرياضة وبتدي الأبطال من دوي الهمم والقدرات الخاصة الأهمية تماما زي الأصحاء وزي ما فيه دعم هنا واهتمام أيضا هناك دعم في الجانب البراليمبي واهتمام ضخم جدا الدولة المصرية عايزة توصل لأكبر نجاح على مستوى رياضة بشكل عام من حيث بقى التنظيم المشاركات العالمية الشكل العام لكل الألعاب وكل الرياضات 54 لعب ولعبة هو شيء يدعو للفخر لرياضة المصرية البراليمبية أن يكون عندك العدد الكبير ده يشاركه في المحفل العالمي الضخم والكبير والمهم جدا وبالشكل اللي شايفينه ده أعتقد أن الرياضة المصرية رايحة في طريق نجاحات ضخمة في القادم بإذن الله كمن طلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2028 أعتقد أنه لم يأتي من فراغ على الإطلاق ده عندنا إمكانيات منشآت عالمية منشآت عالمية شفنا مدينة مصر الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة ده غير بقى الملعب والمنشآت اللي موجودة في كل مكان اللي بتتطور بشكل واضح جدا في كل المحافظات ده توجه دولة عشان الرياضة طبعا مفتاح وحل سحري لأمور كتيرة جدا سواء بقى دعم اقتصاد أو سياحة يعني دايما بنتكلم على السياحة الرياضية وكلنا شفنا في مهرجان العالمين وإزاي أن انت بتهتم بقى السياحة الرياضية ده من الأمور المهمة جدا والمميازة جدا أعتقد زي ما احنا شايفين الاهتمام بالألعاب البراليمبية ده بيبين لك قد إيه أن انت عندك فيه عدل ما بين الجانب اللي فيه الأصحاء والبعثة الأوليمبية والبعثة البراليمبية من الملاحظات كمان اللي عجبتني جدا 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 وشدتني بشكل واضح في البعثة البراليمبية هو اختيار الرئيس البعثة أو مدير البعثة أن رئيس البعثة يكون الأستاذ عماد رمضان أمين سندوق اللجنة البراليمبية المصرية وهو مدير البعثة ولأول مرة في تاريخ كل مشاركات مصر في الدورات البراليمبية أن يكون مدير البعثة من ذوي القدرات الخاصة ومن الأبطال البراليمبين من خلال بقى 12 أو 13 مشاركة سابقة لمدير البعثة كان يعني كل مديرين البعثات البراليمبية بيكونوا من الأصحاء ولكن في باريس 2024 هيكون من البراليمبيين وده بيأكد توجه الدولة المصرية تعليمات فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بيتم تنفيذها على أرض الواقع بتمكين ذوي القدرات الخاصة سواء بقى رياضيا أو حتى إداريا وده شأن مهم جدا أن احنا كلعيبة ببراليمبيين بنشوف اللي ماسك البعثة بتاعتنا أو رئيس البعثة بتاعتنا من الأبطال البراليمبيين السابقين وطبعا بعد ما شفنا يعني الاتعامل كمان في العامين الماضيين أنك تعمل اتحادات خاصة بالألعاب البراليمبية وكل رياضة يكون لها اتحاد خاص لها يعني ما يكونش فرع من الفروع بتاعت الاتحادات الخاصة بالأصحاء يكون عندك فرع للرياضات البراليمبية ده في رأيي ده في حد ذاته نجاح دي أجواء تدعو تماما على التفاقل أجواء بيتم توفرها لرياضة مصرية بكل تفاصيلها عشان النجاح وان شاء الله الأبطال البراليمبيين يسعدونا في باراليمبياد باريس 2024 والحقق عدد ميداليات أكبر من الاتحقق في باراليمبياد توكيو الماضية الحققنا فيها سبع ميداليات كانوا خمس ميداليات فضة واثنين برونزو عندنا ثقة فيهم بإذن الله عشان نقر